هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي الفرق ما بين الماس و ما بين الويت الماس كان ليه ديفينيشن كده زمان كان يعتبر ديفينيشن غلط شوية خدناه في ابتداي اللي هو الاماونت اف ماتر الماتليه هو بس بيفاهيم بس هو في الحقيقة مش صح هو الماس هو في حاجة اسمها انيرشيا الماس هو الرفıktور اللي بيأثر على الانيرشيا هو اللي بيخلي البادي عنده انيرشيا كلما البادي بيب MORAB actions its a اقل ومهام ثانية ان هو الفاكتور اللي بيأثر على force of gravity كلما الماس بيكون اكبر政治たاخ. فمعنى كالفورس أوف جرافتي اللي بتشده لتحت بتكون أكبر إنما الويت actually هو الفورس نفسها أوف جرافتي فبالتالي هي هتكون اليونت بتاعتها بنيوتن الويت دايماً بيتقاس بنيوتن وأقدر أقول بقلبي جامد إن الويت هو عبارة عن فيكتور كوانتتي إنما بالنسبة للماس فهو سكيلر كوانتتي والماس اليونت بتاعته هي الكيلو جرام الويت بيختلف من مكان لمكان يعني هو هيكون ديفر أو ديفرين أكوردين توزا بليس يعني مثلا الويت على المون بيكون أقل مثلا من الويت على الأرث يعني الويت مثلا في الويت بيكون زيلو لإنما فيش فورسوف جرافتي تأثر عليها المون بيشديني فورسوف جرافتي أقل عن سؤون إنما الماس يعتبر كونستانت أو الرسبيكتف توزا بليس يبقى هو كونستانت ويبقى هو كونستانت أو الرسبيكتف توزا بليس ما هي علاقة الماس بالويت؟ من نيوتن ساكند لو كنا قلنا إن الفورس اللي بتأثر علي جسم هي عبارة عن الماس في الأكسراشن؟ مlaimwith force اللي بتأثر على الجسم هي عبارة عن العدية الإضافة عن الماس في الأكسراشن؟ إذا كنت جبت بالجسم تجعله叫ungob 3报 هؤلاء الحرب اللي بتأثر عليه هي بعبارة عن الك cambiاهي sin اللي هي الطفل نفتكر كده مع بعض الطفل هي الطفل التأثر عليها وهي طبيعي肝ية كنا قلنا لو الجسم free falling يبقى معنى كده ان الacceleration هتكون هي G يبقى معنى كده force of gravity اللي هي الweight هيكون equal M والgravity هي gravitational acceleration اللي بتأثر عليه اللي هي G اللي احنا قلنا قبل كده ان هي تعتبر كنوزة independent عن الماس يبقى ضغط كده العلاقة ما بين الweight وما بين الماس وشوفنا الماس سكيلر و constant with respect to the place الplace اللي هي مويدة فيه انما الweight هو يعتبر بيختلف على حسب الplace لان الجي دي مش universal constant الجي بتختلف من مكان لمكان متختلف من height للتاني او بتختلف من planet لplanet شكرا